افتتح وزير الداخلية وزير الدفاع بالإنابة الشيخ تامر العلي الصباح برفقة وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دكتور رانال فارس في مبنى الإدارة العامة للمباحث الجنائية الجديد بمنطقة جنوب السرع وشهد الحضور عرضا مرئيا عن مراحل إنجاز وصيانة وتأثيث المبنى وآلية تنفيذ المشروع ثم قاموا بجولة ميدانية داخله اطلعوا خلالها على أفرع وأقسام الإدارة وما تحتويه من تجهيزات حديثة والتي تساعد رجال المباحث الجنائية في إنجاز المهم الموكلة إليهم بكل دقة وإتقان وفي أسرع وقت